لا شك أن الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت فترتين مروعتين في التاريخ والشيء الوحيد الذي يمكننا أن نتفق عليه جميعاً هو أن الحرب العالمية الثالثة لن تكون إيجابية لأي طرف ولكن ماذا لو حدث الأسوأ حقاً ووقعنا فيها بالفعل؟ حسناً من المؤكد أن بعض الناس سيواجهون وضعاً أسوأ من غيرهم لذا تعالوا معي لنلقي نظرة افتراضية على بعض أسوأ الأدوار التي يمكن أن تسند إليك في الحرب العالمية الثالثة ولكن قبل أن نبدأ أود أخذ لحظة لأعرب عن تعاطفنا مع إخواننا المتأثرين بالصراعات الجارية في عالمنا العربي والإسلامي دعواتنا معكم ولكم منا كل الدعم والاحترام بعد قول ذلك فلنبدأ رجل الفضاء المخيف في حالة اندلاع حرب عالمية ثالثة قد تتوقع أن يكون الفضاء الخارجي آمناً نسبياً مقارنة بالكارثة المحتملة على الأرض على أي حال لكنك مخطئ تماماً في الواقع ستكون حياة رواد الفضاء أكثر صعوبة من الكثيرين على الأرض كما ترى نعتمد في الوقت الحاضر على الأقمار الصناعية في كل شيء تقريباً يوجد أكثر من ألف ومئة منها تدور حول العالم الآن وبدونها ستكون فوضى تامة سنفقد إشارة الهاتف، الإنترنت، المنظمات العسكرية بالكامل وأكثر من ذلك بكثير هل فهمت إلى أين أتجه بهذا؟ نعم، سيرغب الجميع في تفجير أقمار بعضهم البعض الصناعية وإلى جانب الاضطراب الذي قد يحدث على مستوى الأرض يمكن أن يكون قاتلاً لرواد الفضاء إذا ضرب صاروخ قمراً صناعياً يمكن للحطام الناتج أن ينطلق عبر الفضاء بسرعة مذهلة تزيد عن 28 ألف كيلومتر في الساعة بهذه السرعة ستكون قطعة واحدة بحجم كرة الغولف كافية لتمزيق هيكل محطة الفضاء الدولية هذا من شأنه أن يخفض الضغط داخل المحطة فيسحب كل الهواء من داخلها إلى فراغ الفضاء بما في ذلك الهواء في رئات البشر فيختنقون في غضون دقائق لا يبدو هذا وكأنه طريقة جيدة للموت إذن نعم، تخيل ذلك ولكن مع عدة دول وكل منها تستهدف أقمار صناعية تابعة لدول أخرى سوف يكون هناك قدر هائل من الحطام المتطاير في كل مكان ولن تكون لدى أي شخص هناك فرصة للنجاة ولكن حتى لو لم يحدث هذا فإن رواد الفضاء سيواجهون صعوبة بالغة فقد يكلفون بمهمة تفكيك معدات القمر الصناعي بأنفسهم من أكثر الأشياء المروعة التي قد يفعلها رائد الفضاء هو السير في الفضاء ففي هذه الحالة يخرج من المركبة الفضائية ولا يحمل معه سوى حزاما يمنعه من الطفو في أعماق الفضاء لا متناهية لتجنب إحداث الحطام قد يطر رائد الفضاء إلى السير في الفضاء إلى قمر صناعي وتخريبه بدلا من تدميره بالكامل لن يكون هذا متطلبا جسديا فحسب بل سيكون مرعبا للغاية تخيل أن تتشبث بقمر صناعي في أعماق الفضاء وأنت تعلم أن حركة خاطئة واحدة كافية لجعلك تضيع إلى الأبد ماذا لو انزلقت؟ أو الأسوأ من ذلك؟ فجرت القمر عن طريق الخطأ لا أستطيع التفكير في شيء أسوأ من الطيران عبر الفضاء وحيدا بينما ينفد الأكسجين ببطء القوات الخاصة سمع الجميع عنهم فهم أكثر الجنود مهارة وتدريبا يختلف عملاء العمليات الخاصة تبعا للبلد ولكنهم جميعا مدربون على نطاق واسع في مجموعة واسعة من تكتيكات القتال والتسلل المتدربون البريطانيون في خدمة القوارب الخاصة مثلا من المتوقع أن يكمل اختبار تحمل شاق لمدة أربعة أسابيع ينتهي بمسيرة لمسافة أربعين كيلومتر ولا ينجح في اجتيازه سوى واحد من كل عشرة مجندين القوات الروسية سبيتزناتس على الجانب الآخر يتدربون من خلال الخضوع لدورات تدريبية هجومية تحت نيران حية لذا نعم إنها ليست معسكرات استطلاعية ومع ذلك تعني هذه المستويات الوحشية من التدريب بأنه عندما يكونون في الميدان فإن القوات الخاصة تمتع بقوة كبيرة حقا فضلا عن القيام بعدد لا يحصى من المهام الأخرى عالية الخطورة التي تظل سرية للدول اليوم في حالة اندلاع حرب عالمية ثالثة سيتم إرسال هؤلاء الرجال في أصعب المهام وأكثرها تهديدا للحياة التي شهدها العالم على الإطلاق بنفترض أن الأسوأ قد حدث وبدأ استخدام الأسلحة النووية قد لا يكون إطلاقها بالصواريخ أفضل فكرة حيث يمكن للدفاعات المضادة للطائرات تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها بدلا من ذلك يمكن تكليف القوات الخاصة بتوصيل الحمولة بطريقة أكثر سرية مثل استخدام هذه الغواصة الصغيرة تستخدم فرق المهام البحرية هذه الغواصات الصغيرة ويمكنها حشر ثمانية جنود فيها بما يكفي من الأكسجين للإبحار في المحيطات لمدة 24 ساعة يمكنهم حشر أنفسهم مع القنبلة النووية في المنتصف والغوص إلى عمق يزيد عن 90 مترا لتجنب اكتشاف العدو لهم لكن الأمر لن يكون ضيقا وباردا وغير مريح فحسب بل سيكون عليك أيضا المناورة عبر البحار مع قنبلة نووية تحتك بركبتيك ولنفترض أنك تمكنت من دخول أراضي العدو دون أن تطلق الجهاز عن طريق الخطأ وتتسبب في تفجير نفسك إلى أشلاء فلا يزال لا يوجد ما يضمن عدم القبض عليك قبل أن تتمكن من إكمال المهمة يا رجل لقد شعرت بالتوتر قبل أيام لأنني اضطررت إلى اتخاذ طريق مختلف للذهاب إلى العمل سأكون عديم الفائدة كجزء من وحدة العمليات الخاصة هل تعلم ما الذي لا ينبغي أن نخاف منه رغم ذلك؟ الضغط على زر الإعجاب والاشتراك أدنى هل قمت بذلك؟ رائع، الآن أين كنا؟ تتجه النظريات حول الحرب العالمية الثالثة عادة نحو الحرب النووية ولكن في الواقع من غير المرجح أن يحدث هذا آخر شيء قد يرغب أي زعيم في القيام به هو الضغط على ذلك الزر الأحمر الكبير مما يؤدي إلى تحفيز جميع البلدان الأخرى للقيام بنفس الشيء مما يؤدي إلى تدمير ذاتي متبادل في جميع أنحاء العالم وفقاً للعديد من التقارير تعتقد الحكومة الصينية أن الأسلحة البيولوجية هي السبيل للفوز بشكل فعال وبعد الفوضى التي أحدثها كوفيد-19 أميل إلى الموافقة على ذلك لقد أدى كوفيد إلى توقف العالم تماماً ولم يكن معدل الوفيات به سوى 3.4% لذا تخيل لو تم تسليح شيء مميت مثل الطاهون الدبلي الذي بلغ معدل الوفيات فيه 60% عن طريق جعله محصناً ضد اللقاحات والمضادات الحيوية سيكون الدمار المحتمل هائلاً وإذا تم التعامل معه بشكل سيء فقد يمحو معظم أشكال الحياة البشرية على الأرض مع وضع ذلك في الاعتبار فإن الأشخاص الذين سيصنعون ويختبرون مثل هذا السلاح البيولوجي سيكون لديهم واحدة من أسوأ الوظائف التي يمكن تخيلها خطأ بسيط؟ ويا للأسف يمكن أن تصبح المريض رقم صفر لفيروس خارق مصمم لتدمير الإنسان بأبشع طريقة ممكنة لا يعني هذا أن المصممين هم الوحيدون الذين سيشعرون بهذا القلق أي شخص مكلف بنقل السلاح البيولوجي سيكون معرضاً لخطر كبير أيضاً لنفترض أن وظيفتك هي نقل الطاعون المسلح من المختبر إلى قاعدة عسكرية إن القيام بذلك دون وجود حرب سيكون مرهقاً بدرجة كافية ولكن مع وجود حرب سيكون الأمر جنونياً ماذا لو تعرضت لهجوم من عدو؟ رصاصة واحدة في المكان الخطأ هي كل ما يلزم لكي يتدفق الحساء البيولوجي القاتل ويصيب العالم بأسرعه وخمن من سيكون المريض رقم صفر هذا صحيح أنت حتى لو لم يحدث خطأ فإن أفضل السيناريو هو أنك ستكون مسؤولاً عن وفاة عدد لا يحصى من الأبرياء لأن الفيروسات لا تميز بين الجنود والمدنيين لذا ما لم تكن مختلاً عقلياً فسيكون الأمر سيئاً على أي حال ولكن إذا كنت تعتقد أن كل هذا مجرد فرضية جامحة فلدي أخبار لك في ثمانينيات القرن الماضي حاول الاتحاد السوفيتي بالفعل تسليح الطاعون الدبالي كجزء من أكبر برنامج سري للأسلحة البيولوجية في العالم لحسن الحظ لم يتم استخدامه في ذلك الوقت هل يعرف أحد أين يمكن شراء بدلات الوقاية؟ القتال والطيران قبل بضع سنوات لو أخبرتني أنه سيكون هناك جنود يطيرون حولنا باستخدام حقائب نفاثة لكنت أخبرتك أن تتوقف عن مشاهدة أفلام الخيال العلمي ولكن في السنوات الأخيرة اختبر الجيشان الأمريكي والبريطاني بدلات نفاثة حقيقية تم تطويرها بواسطة صناعات جرافتي تعمل هذه البدلات بمحركات توربينية ويمكنها دفعك في الهواء بسرعة تصل إلى 137 كم في الساعة في الوقت الحالي لا تعمل هذه البدلات إلا لمدة خمس دقائق تقريبا ولكن هذا الوقت لا يزال كافيا للوصول بك إلى مسافات بعيدة في سيناريو المعركة الآن تخيل اندلاع حرب عالمية كاملة النطاق وأن جميع الأطراف تقاتل من أجل الفوز إذا كان لديك فرقة في صفك مدربة على هذه طائرات نفاثة فمن المؤكد أنك ستستفيد منها بشكل جيد ومع ذلك فكر في الأمر لحظة أنت في خضم معركة محتدمة والرصاص يتطاير في كل مكان وقد أعطيت الأمر بالتحليق بحقيبة نفاثة فوق ساحة المعركة للوصول إلى نقطة أفضلية في البداية لن تتمكن من الطيران هناك برشاقة آيرونمان فالبدلات ثقيلة ولا يمكنك استخدام سلاح أثناء الطيران وما زالت التكنولوجيا جديدة وغير موثوقة ماذا لو تعطلت طائرتك أثناء الطيران؟ حتى لو لم يحدث ذلك فستظل تحلق في الهواء الطلق وتجعل نفسك الهدف الأول لجميع قوات العدو في الأسفل وكذلك الطائرات في السماء أنا أكره المرتفعات كما هي ولكن المرتفعات بالإضافة إلى الرصاص؟ حسناً إذا كنت أنا في إحدى هذه البدلات فستعرفني بالتأكيد من السائل الأصفر المتدفق من بن طالي بينما أطير فوق ساحة المعركة في أي حرب التفوق الجوي هو المفتاح إذا كنت تسيطر على السماء فأنت تسيطر على المعركة والحكومة الأمريكية تدرك هذا الأمر تمام الإدراك وتنفق مئات المليارات من الدولارات على قواتها الجوية كل عام من غير المستغرب إذن أن تمتلك الولايات المتحدة أكبر قوة جوية وأكثرها تقدماً على هذا الكوكب بإجمالي يزيد على 13 ألف طائرة تأتي روسيا في المرتبة الثانية بنحو أربعة آلاف طائرة والصين في المرتبة الثالثة بنحو ثلاثة آلاف طائرة لذا لن تخسر أي من القوى العظمى الثلاث بسهولة في منافسة على السماء ولكن ماذا عن الدول الأصغر التي لديها أموال أقل إنفاقها حسناً إذا كنت طياراً في سوريا أو كوريا الشمالية على سبيل المثال عندما تندلع الحرب فلدي بعض الأخبار السيئة لك لا تزال كوريا الشمالية تمتلك طائرات مقاتلة نشطة من حرب كوريا عام 50 منذ أكثر من 70 عاماً إلى جانب مجموعة من الطائرات المقاتلة العتيقة في الغالب والقوات الجوية السورية ليست أفضل حالاً أيضاً فهي تتكون إلى حد كبير من طائرات قديمة مهترئة دمرتها المعارك السابقة الطيران على ارتفاع كيلومترات فوق سطح الأرض في مواجهة النيران القادمة إليك في علبة صفيح قديمة تبدو قريبة إلى حد كبير من تصوري للجحيم وخاصة عندما يكون العدو الذي تقاتله قادماً نحوك مباشرة في طائرة مقاتلة متطورة أكثر تقدماً من طائرتك بنصف قرن من الزمان أجل لا تعجبني هذه الاحتمالات طائرة بدون طيار لا شك أن الدرونز تلعب دوراً كبيراً في الحرب الحديثة وستلعب دوراً أكبر في صراع مستقبلي ولكن من سيكون صغيراً بما يكفي للدخول إليها والتحليق بها؟ حسناً الطيارون ليسوا بطول سنتيمترين إنهم بشر بحجم طبيعي يقومون بتشغيلها من بعيد تبدو وظيفة مريحة إذن أليس كذلك؟ بافتراض أن القاعدة التي تعمل منها لن تتعرض للهجوم فمن المؤكد أنك آمن جسدياً ولكن عقلياً هذه مسألة مختلفة وفقاً لتقارير من البنتاجون يجلس المتحكمون بدرون الأمريكيون في صناديق معدنية معزولة ليس بها شيء سوى شاشات الكمبيوتر لمدة تصل إلى 13 ساعة في اليوم 6 أيام في الأسبوع وهذا خلال وقت السلم غالباً ما لا يتم إخبار الطيارين بالهدف من المهام التي يتم إرسالهم إليها ولا يتمتعون بأي قدر من روح الرفقة التي يتمتع بها التواجد في الميدان مع فرقتهم إنهم يجلسون فقط في مقصوراتهم ويشاهدون من خلال الكاميرا وهم ينفذون أوامرهم والتي غالباً ما تنطوي على قتل الناس بالإضافة إلى ذلك إذا رأوا زملاءهم في الفريق مصابين فلن يتمكنوا من سحبهم إلى مكان آمن كل ما يمكنهم فعله هو المشاهدة وهم عاجزين تماماً كل هذا يعني أن طياري الطائرات بدون طيار يعانون في الواقع من نفس معدلات الإجهاد اللاحق للصدمة مثل الطيارين القتاليين الفعليين سواء كان الأمر يتعلق بقتل أهداف رئيسية أو إطلاق قنبلة في أراضي العدو فإن هناك شيئاً واحداً مؤكداً قيادة طائرة بدون طيار في الحرب العالمية الثالثة سيكون مرهقاً بشكل جنوني إذا كان تصويبك بعص التحكم خاطئاً ولو سنتمتراً واحداً فقد تفجر زملائك عن طريق الخطأ يا إلهي هذه وظيفة مرهقة رغم بساطتها من أول وهلة على الرغم من الأهمية المتزايدة للحرب السايبرانية فإن الحرب التقليدية ستحتفظ دائماً بدور ما في الصراع العالمي إذا تم تدمير جميع الأقمار الصناعية فلن تعمل الصواريخ الموجهة وسيعود العالم إلى عصر ما قبل الجي بي أس وما قبل الإنترنت لذا كما حدث في الحربين العالميتين السابقتين ولكن بمعدات أكثر تقدماً هذا يعني أنه إذا كنت جندياً في الخطوط الأمامية في الحرب العالمية الثالثة فإن الخطر سيكون على مستوى مختلف تماماً لقد ولت أيام البنادق اليدوية البطيئة حيث كان يجب تحميل كل رصاصة على حدل الهجمات القصيرة والطويلة المدى الآن نحيش في عصر حيث يمكن للقناصين أن يقفوا دون أن يراهم أحد ويستخدموا رصاصات ذاتية التوجيه وهي رصاصات تستخدم زعانف صغيرة لتصحيح مصاري رحلتها مما يسمح لها بضرب أهداف مضاءة بالليزر على بعد ميل واحد لكن هذه التكنولوجيا العسكرية المحسنة تعني أن تسليح القوات أصبح أكثر تكلفة بكثير مما كان عليه في الماضي في أوائل القرن العشرين كانت البلدان قادرة على تحمل تكاليف استبدال جنودها الميتين وبسبب هذا فقد بلغ إجمالي عدد الجنود الذين فقدوا أرواحهم في الحربين العالميتين نحو 30 مليون جندي بدون حساب المدنيين ولكن بسبب تكلفة المعدات الحديثة فإن هذا لن يكون ممكن في حرب عالمية ثالثة وعلى هذا النحو فبدون تدفق ثابت من القوات رخيصة التكلفة لاستخدامها كطعم فإن المعارك من الناحية النظرية ستكون أسرع وحاسمة بسرعة لقد تغيرت التكتيكات كثيرا أيضا فقد أصبحت حرب الخنادق إلى حد كبير شيئا من الماضي ولكن حرب الأنفاق لا تزال تشكل استراتيجية قوية بعد سماع مدى سوء الوضع في الخطوط الأمامية يبدو العمل في قاعدة عسكرية خيارا أفضل بكثير لست مضطرا للمخاطرة بحياتك في المعركة ولن تكون هناك أي ألغام نشط في الجوار ولديك سرير مناسب ولكن من المدهش أنك قد تكون في خطر أكبر كما ترى تبدو القواعد العسكرية جيدة وأمنة لكنها في الحقيقة هدف كبير جدا للعدو يفترض العقيد جون أي ووردن الثالث ضابط سابق في القوات الجوية الأمريكية أن الهجوم الاستراتيجي الجيد ينطوي على شل خمسة جوانب رئيسية لقوات العدو إثنان منها هما البنية التحتية والقوة العسكرية وخمن أين يمكنك العثور على كليهما نعم في قاعدة عسكرية من خلال تدمير قواعدك يشل العدو قدرتك على القتال لذا نعم قد يكون لديك سرير لكنه سرير به هدف ضخم والقواعد العسكرية ليست أكثر الأماكن أمانا حتى عندما لا تكون الهدف الأول في الحرب منذ عام 2009 وقعت ما لا يقل عن ثلاثين حادثة إطلاق نار وحوادث عنف أخرى في مختلف القواعد العسكرية الأمريكية ارتكبها جميعها شاغلوا هذه القواعد فهل تعتقد أن الحرب العالمية من شأنها أن تزيد أو تقلل من احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث العنفة لنرى جحافل من الجنود المتوترين المحاربين القدامى والمدنيين محتجزين مع أكوام من الأسلحة في محاولة للحفاظ على هدوئهم بينما تدور رحى حرب في الخارج حسناً بدأت أفضل فكرة الانطلاق إلى المعركة في الخارج بفضل اعتمادنا العالمي على التكنولوجيا المتقدمة فإن تعطيل البنية التحتية التكنولوجية للعدو في خضم الحرب من شأنه أن يتركه عرضة للخطر المدمر هذا يعني أن المخترقين سيلعبون بعض الأدوار الأكثر أهمية في الحرب العالمية لأن أفعالهم يمكن أن يكون لها بعض العواقب الأكثر تدميراً على سبيل المثال في عام 2010 تم اكتشاف أن فيروس كومبيوتر ربما تم إنشاؤه بواسطة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد استخدمه المخترقون لإصابة أكثر من 200 ألف جهاز كومبيوتر إيراني الفيروس المسمى ستاكس نت تسبب في خروج خمس أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية عن السيطرة وتعطلها مما أدى إلى شل البرنامج النووي للبلاد وكان ذلك في وقت لم تكن فيه حرب بين هذان الكيانان ووو كان هذا ممكناً دون أن يغادر المخرب مكتبه ولكن انتظر إذا كان كونك مخترقاً أمراً مريحاً بالجلوس خلف شاشة الكمبيوتر فلماذا يعد هذا أحد أسوأ الأدوار التي يمكن أن تقوم بها إذا اندلعت الحرب حسناً من المؤكد أنك لست مضطراً للقتال على الخطوط الأمامية ولكن وكالات الاستخبارات المعارضة تطارد بشكل روتيني وبلا رحمة أبرز المخترقين من خلال ضربهم في أغلى ما لديهم مباشرةً في خصوصيتهم مؤخراً فقط اتهمت الأف بي آي أربعة عملاء للحكومة السوفيتية باختراق شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم الآن أصبحت وجوههم ملصقة في كل مكان ولا شك أنهم موجودون على كل قاعدة بيانات رئيسية للجرائم الإلكترونية الموجودة لذلك أصبح السفر الدولي مشكلة كبيرة بنسبة لهم إذا تم القبض عليهم فيمكنهم توديع جميع حرياتهم وهذا في وقت السلم تحت حماية الحكومة الروسية في زمن الحرب من المرجح أنهم لن يكونوا محميين فحسب بل سيتم حبسهم بالكامل باعتبارهم أصولا قيمة فإن حكوماتهم ستريد أن تضعهم تحت المراقبة المستمرة وهذا إذا سمح لهم بالعيش في الأساس لأنهم أصبحوا محط أنظار الدول المعادية ومسجونين عمليا في سجون دولهم فلن يكون أمام المخترقين خيار سوى طاعة زعماء دولهم أو تحمل العواقب سوف يصبحون حرفيا عبيدا للنظام لذا حتى دون مغادرة جهاز الكمبيوتر ستكون هذه من أخطر الوظائف خلال الحرب العالمية إن احتمال قضاء سنوات في القتال في حرب عالمية هو أمر مرهق بما يكفي ولكن هناك وظيفة واحدة مرعبة للغاية لدرجة أنها تحتوي على واحدة من أعلى معدلات الطراب ما بعد الصدمة في الجيش بأكمله هؤلاء هم المحترفون الذين يخرجون إلى ساحة المعركة لتحديد موقع الجنود الذين سقطوا يقومون بتحديد ما تبقى وجميع متعلقاتهم ونقلهم من الميدان للعودة إلى ديارهم يبدو هذا محبطا بما فيه الكفاية ولكن بعد ذلك تدرك أنه إذا تم استخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية فإن العديد من هذه الجثث ستكون مشوهة وغير قابلة للتعرف عليها تقريبا ناهك عن المخاطر الصحية الهائلة التي تنطوي عليها استعادتها لذا بالإضافة إلى صدمة حمل جثة زميلك في الفريق لحدة كيلومترات فقد تصاب أيضا بمرض بكتيري خبيث آه وهناك شيء آخر يطلب من أخصائي شؤون المشرحة أحيانا استعادة زملائهم الميتين بينما لا تزال المعركة مشتعلة حولهم واو إن محاولة تفادي وابل من الرصاص أمر سيء بما فيه الكفاية دون النضال من أجل حمل جثة في أعقابك حرب المستقبل حسنا لقد غطينا بعضا من أسوأ الأدوار التي قد تلعبها إذا اندلعت الحرب في المستقبل القريب ولكن ماذا لو حدثت بعد 25 عاما من الآن؟ حسنا بحلول ذلك الوقت قد يكون الجنود من بعض أغنى الدول قادرين على القتال على الأرض باستخدام بدلات آلية نعم سمعتني بشكل صحيح بشكل لا يصدق بارتفاع أربعة أمتار ووزن واحد فاصل ثلاثة طن فليست هذه الوحوش المعدنية من فيلم أفاتار القدم إنها حقيقية بالفعل شركة هانكوك ميراي الكورية مسؤولة عن تطويرها لتنشيطها تتسلق داخل حجرة الظهر وتربط الحزام وتبدأ التشغيل تحاكي أذرع تتبع الحركة في الروبوت ما يفعله الطيار في قمرة القيادة بينما تسمح الحركة ثنائية الأرجل للروبوت بالسير فوق المناطق التي قد تشكل خطرا على البشر هذا مجرد نموذج أولي ولكن تخيل الجنود الذين يستخدمون هذه البدلات في القتال البري لمساعدة وحداتهم لن يتمكن أحد من إيقافهم ولكن انتظر لماذا يعتبر هذا سيئا للغاية؟ حسنا إذا كنت تتجول في ساحة المعركة وأنت ترتدي أحد هذه الأزياء فسيطلق الجميع في الفريق الآخر النار عليك وعلى الرغم من قوتهم فإن الآليات ليست في الواقع غير قابلة للإيقاف وكما ترى فهي لا تتمتع بسرعة قصوى عالية لذا فإن الهروب لن يكون خيارا حقا صاروخ واحد موجه جيدا وستتحول الآلية المعدنية الضخمة إلى قبرك الخاص حسنا ولكن ماذا لو استغرق الأمر خمسين عاما أخرى حتى تندلع الحرب؟ حسنا بحلول سبعينيات القرن الحادي والعشرين قد يتقدم الذكاء الاصطناعي بما يكفي لنشر الطائرات بدون طيار وغيرها من الروبوتات المستقلة في ساحة المعركة في الواقع استخدمت الحكومة الليبية طائرات بدون طيار مستقلة في طرابلوس في عام 2020 لكن المشكلة مع الروبوتات يمكن اختراقها لذا يمكنك الرهان على أنه سيكون هناك مخترقون روبوتات متخصصون ومع ذلك ربما يكون هذا أحد أكثر الأدوار رعبا على الإطلاق تخيل أن يتم إرسالك خلف خطوط العدو لتعطيل أنظمة هذه الآلات إذا تم القبض عليك فسيكون هناك روبوت قاتل حقيقي قادم نحوك وكل ما ستتمكن من فعله هو الجلوس بهدوء والعبث بشكل يائس بجهاز الاختراق الخاص بك لا أعرف بشأنك لكنني لست جون كونر ولكن ماذا لو ذهبنا إلى أبعد من ذلك في المستقبل ماذا لو اندلعت حرب عالمية بعد مئة عام كيف سيبدو ذلك الآن نحن ندخل في الفرضيات حقا لكن التكنولوجيا ربما ستتقدم إلى الحد الذي سيسمح للدول بالحصول على مستويات هائلة من الأسلحة الفضائية الفائقة تحت تصرفها بجدية في الحرب العالمية الثانية توصل العلماء الألمان إلى فكرة جنونية تماما سلاح قائم في الفضاء يعكس أشعة الشمس إلى الأرض في شعاع مركز من الحرارة الشديدة بدون قدرات الإطلاق الفضائية لم يصنعوا السلاح بالفعل ولكن مع التقدم التكنولوجي اليوم قد يصبح هذا المدفع الشمسي حقيقة واقعة يوما ما من خلال إرسال مئات الأقمار الصناعية العاكسة إلى المدار يعتقد العلماء أنهم يمكنهم مزامنتها معا لتعكس شعاعا شمسيا واحدا ضخما على الكوكب سيؤدي هذا إلى تحميس كل شيء يلمسه وهو ما سيكون بمثابة كابوس لأي وحدات مشات وسيكون من المستحيل إيقافه تقريبا إذا تم استعماله في الحرب على الأقل لا يمكن إيقافه من الأرض إن اعتمادنا على الأقمار الصناعية يعني أنه بحلول القرن الثانية والعشرين من المحتمل أن تخاض معارك في الفضاء بسببها وخاصة إذا كان من الممكن استخدامها كأسلحة خارقة هذا يعني نعم ستكون هناك سفن فضائية ولكن ليس مثل تلك التي نراها في الأفلام كبداية سيكون من الصعب للغاية إطلاق النار على هدف متحرك في الفضاء إنه شاسع للغاية لدرجة أنه لتغطية أي مسافة يتعين عليك أن تسير بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة وعندما تسير بهذه السرعة سيكون من الصعب بما فيه الكفاية إصابة شيء ثابت ناهيك عن شيء يسافر بنفس السرعة فضلا عن ذلك فإن التكلفة الضخمة لبناء وتشغيل أسطول من السفن الفضائية تعني أنها ربما ستكون سفنا صغيرة لا يستقلها إلا رجل واحد لذا ستكون هناك بمفردك ولن تتمكن من النظر إلى الخارج أيضا سيتعين على الطيار استخدام أجهزة الاستشعار ونظام GPS لتوجيه السفن حول العالم لذا إذا أرسلت إلى الفضائف وحيدة من هذه الأشياء فلن تكون هذه مثل سفينة ميلينيوم فالكون بدلا من ذلك ستنطلق نحو العدو في أنبوب معدني ضيق دون إدراك لمحيطك ممتاز وللإضافة لهذا الرعب إذا أصابت قذيفة واحدة هيكل مركبتك فستكون كافية لفك ضغط السفينة بالكامل امتصاص الأكسجين وتحويلها إلى قبر معدني عائم هل ما زلت تريد أن تكون رائدة فضاء حسنا أعتقد أنني أرعبت نفسي بما فيه الكفاية بكل هذا الحديث عن الحرب العالمية أي من هذه الأدوار تعتقد أنها الأسوأ وهل يمكنك التفكير في أي أدوار حربية مستقبلية أخرى أخبرني في التعليقات أدنى وشكرا على المشاهدة